الغلطة التي لم تفقها هو خرج الإكادر و تفقك جهاز الدراس حسان و التعامل حقيقةً بأس لكن حسان كان في سيطر في كاسم لأيوانتو تروريست لأنه كان كائن إرهاب و كان لأيوانتو تروريست كبيرة و كبيرة و دفع الشعب الجزائري بكل مكوينته أمبري أسترونوميك بيانسور داريار يوجد طريق راس مانيبوليسيون بوليتيك هذه المشكلة الثانية في الجزائر مشكل سياسي تلاعبات سياسية تؤدي لكل أشكال الأزمات حتى للحرب الأهلية الآن تتهموا في ناس ما تعرفوهمش تخضروا برك تسمعوا برك ليجي يقولكم ما أنا كنت و كنت تقولوا له آمين با المهم خلاصة القول حسب أساتي ذات فطاحي ذات من الضال سياسي الجزائر كان حاكمها على جودان شاف ولا جودان شاف هذا ليوم رحوا في الحبس لي كان حاكمة زاير كملها كوندان يامور أبدًا بي معادلة صعبة سيستيون إكوهش مانداش حل سيء كروا يبل لأي درجة الغابة يعني يقدر يكون فيه تطور سفر dicen كين ناس غبيه وتطور غابائها يابدين زاديو كي يديفلو ً أشكري سيء كروا يبل قبل أن أعطي قصة لكم حمد بوعكاز، أريد أن أقول لنا سواء، إن شاء الله سوف يتحول الجيش الوطني الشعبي إلى جيش جمهوري، ومع المهمة، أعطي قبل أن أقول لك، لسواء تأتي أمام الأعمى كفت البعض والديد في البعض والديد في هذه الملادات الأن. حولًا في هذه الأدافات، لدينا أيضًا أكريب في إقراض هذا الشمس سوريا يمكنك شراء امام الأيوة وفي Weatherall سوريا، another book is my vision. voilà donc ça prendra le temps que ça prendra mais on va donner dans ce livre là une vision réelle structurée bien sûr qui peut être mise en application et c'est un traitement au fait général contre le néocolonialisme c'est à dire on peut l'appliquer à n'importe quel pays et il trouvera la solution pour être un état de droit qui évolue à son rythme bien sûr très important évoluer à son rythme pas au rythme instrui par les grandes puissances néocoloniales donc il y aura des lives en cours de semaine mais celui de vendredi c'est un live important parce que dans ce livre je vais vous dire c'est Orson Welles la fameuse émission radio les Martiens de Mou le Chab sera de faire une panique ils ont essayé là ça ne marche pas il faut changer de stratégie à Rachid mais comme le barc avec les services turcs vous allez avoir des résultats bien sûr bientôt ils vont vous abandonner voilà donc elle est importante le Jum'al-Jaya pour les gens connaissent le Jum'al-Jaya ils vont le Jum'al-Jaya le Jum'al-Jaya vous allez voir comment le Jum'al-Jaya vous allez voir la Jum'al-Jaya ce qu'est-ce que j'al-Jaya c'est la Jum'al-Jaya c'est exactement je sais نعرف هي واحدة على صفحتها على صفحة هناك سنعترار ولكن كما يقولون الهوية الوطنية أمر جدا هام الادانتية الناسيونال المعرش أصلوا ومعرش أصلوا الرجوع إلى الحقيق أمر هام جدا ومن أهم حاجة احترام الشعب ما تكتبش عليه ما تكتبش عليه ها سيدي مالينش والله غير جا فكتبت تلك الهدرك سؤال رقم واحد ها سيدي هادي الهدركة بنويرا هناك جدون الشاف بونويرا فهو تحكي ما الذي قاله هو صحيح والغرب يبعد فيه والشرق يظهر فيه الذي قاله كل شيء صحيح تبعوني مليح كل شيء صحيح صحيح و جيت انت زيتوت وراشد وحطيتوا هذه الدكلارات كل شيء صحيح شعب هبل انفجر خرجك صرف الشوالع نطقوا لزوفيسية الغرب نفاصلوا بوحدات قتالية خرج العسكر ماتوا الناس عندكم قيادة سياسية حاضرة مش متصراش حرب اهلية قادرين على الوضع انتما كنت تقسم الارمي ام دو وتدخل في الشعب انتما اسلاميين نصكم نص شعب كارهكم كعرهابيين لانكم لا تستطيعون تسيطروا على الوضع والاسلاميين الاخرين للداخل كارهين الشعب الاخر حطينو كفار لانكم لا يستطيعون تسيطروا على الوضع هاوا سيدي نقولوا هاوا اللي قالوا قاع صح وهاوا الشي هذا وهاوا الشعب هبلوا ناضع تتحملوا مسؤولية انتما جزائري ينضرب برصص ما فهمتوش وش طرح في الكازاكستان ما فهمتوش وش طرح او لا تنظروا الدم لانكم ارهابيين او لا تنظروا الدم لا تنظروا انتم الارهابين الفكريين اللي جامي هذه السلاح في يدوه جامي اسمع صوت الرصاص جامي جامي اسمعت الرصاص جامي مشيت في الظلمة ومع ذلك تجد ترجلك تجد بمبارتزان على دماغك لا تعرف هذا لا تعرفوا هذا قادر أن أقول لكم هذا الكلام لا يوجد أحد أدول ما يقوله لذلك تظهروا حساباتكم هكذا قمت بخارجة شعبية وكذلك كما الكازاكستان الكازاكستان كانت سنتين دمار تقول أنه يهضروا الأنجليز التي يراك فيها تهضر تقول للمريكان تقول لأوروبا تهضر أو الكازاكستان برصاص يضرب وكذلك تجد عسكر من الخارج تجد الرواسة والبيلوريس والزارمينيا تقول لهم ما يهضروا على زارمينيا الله يبصك أحبهم تقول لهم ما يهضروا على الكازاكستان تقول لهم الله لا تربحكم الله لا تربحكم الله لا تربحكم عندكم خلايا تنظيمية في الولايات بكل أراكم مهيكالين في الجيش الوطني الشحبي تظنوا أن الوحدات القتالية لا تنقاسم لماذا؟ تعرفوا لماذا نديره؟ تحوصوا الجزائر والدستابيليزي والجزائر على الرقاة تدير ورايهم كنت سوف نقولها كبيرة في ليبيا وفي تونس على الرواسة دخل المالي يجب أن الامريكان يدخل الساحل أننيents منه أسجل عليك والفعل أبو حجją أبو أن حد أعبت أولئك والله وأولئك